طيب خلينا نروح ل... لسه كنت بنتكلم عنه واحد من النجوم الكبيرة جدا في عالم الكرة في عالم كرة اليد ورئيس جهاز الكرة اليد في النادي الأهلي كابتن ياسر لبيب كابتن ياسر ازاي حضرتك يا كابتن؟ ازاي يا كابتن اسلام الله يا خليج يا كابتن أخبار حضرتك طبعا محمد إبراهيم وفوكس تحياتهم لحضرتك يعني لسه كنت باتكلم معهم يا كابتن ياسر عاملين السنة دي موسم كبير جدا في كرة اليد كان نفسنا طبعا في الخماسية والسوداسية ولكن أربع بطولات زي ما كابتن خطيب قال أربع بطولات كويسين جدا ولكن السنة اللي جاية ان شاء الله يبقى خمسة أو ستة ان شاء الله ان شاء الله وده طبعا بيحط على كاهلهم عدد كبير طبعا النتائج دي وانتعرف جمهورنا ما بيقبلش دايما عايز أكتر والنجاح ده طبعا المسئولية عليهم وهم لازم يحفظوا عليه وما كانش يزودوه كمان فطبعا عدء كبير يعني ربنا يعنى ويعنهم أنا لسه كنت باتكلم مع فوكس من شوية بقوله يعني مين من الجيل القديم اللي انت شبهه فأنا يعني هو شبه كابتن أحمد بلال ولا كابتن بلال كان ليه طريقة مختلفة لا بلال كان مختلف شوية كان مختلف كابتن بلال كان بيبقى علواقف أكتر تيقلي بلال كان بيعتمد أكتر على برجاله وكان يعني برجاله واسع شوية وكان هو مصوب أكتر لأنه بلال بدايته كان من باك مش مكانش هاف طبعا لا فيه فرق يعني فوكس ممكن تكون قريب شوية من من يمن نفس الطريق الفنتات والتصوير السريع يعني فوكس ما يعتبرش طويل بالزبط فنازم يعتمد حتى في تصويراته والكلام ده كله بيعتمد على مهارات معينة اللي هي بتبقى مفاجئة ما بتبقاش مباشرة مش من فوق المدافع لأ من جنب المدافع بالميل صحيح فنتين أكتر يشغل لعيبة أكتر كده كابتن ياسر يعني جمهور النادي الأهلي الآن خصوصا بعد رحيل ديفيد ديفيد زي أنا عارف اللي أنتو عندوكو اجتماعات كبيرة جدا وكتيرة جدا خلال هذه الفترة يعني مش هنتكلم عن هذه الأمور دلوقتي ولكن كل حاجة بتخلص أنا فاهم وأعرف كل ده ولكن في النهاية عايز تطمن جمهور النادي الأهلي تقول لهم إيه يا قال لهم إن شاء الله يعني الإدارة مجلس الإدارة والنشاط الرياضي مثلا في خلط العوض طبعا شغالين آآ وبيدوروا على مدربين طبعا أعلى مستوى وده شيء طبيعي لأن لعيبة المنتخب معظمهم لعب مع ديفيد ومع بلندو ومع باستور فما ينفعش إن انت تجيب لهم أعلى المستوى ده وتشتغلوا معه عاكب العملية بمتبع صعب فأكيد هو لو ذيابه هيجيبه يعني حاجة على مستوى عالي إن شاء الله هل فضل فضل بعد ذي إحنا كمان معانا محمد ابراهيم كمان يعني على مستوى عالي جدا صحيح اللي هو كان منفع البطور ومدرب وعد فهو مكمل فترة ديت إن شاء الله حد ما نتوفق في مدرب يكون على مستوى عالي هل في موعد نقدر نقول حيحصل فيه كده ولا نصبر شوية اه اه لا ما نقدرش حد موعد موعد طيب السنة اللي جاية بدايتها هتكون إمتى بداية فترة الإعداد الأمور هتبقى ماشية إزاي اه 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 كمان مع ديفيت يعني ديفيت بكرة هحنا عملينه حفلة سغيارة كده حفلة ودع اه اه بعد كده هيريحوا فيسبوع واعتقد كل واحد منهم هاياخد برنامج يشتغل بيه لوحده برنامج فردي يشتغل به الوحض. برنامج فردي اقوم. اه. وهم الميزة في المجموعة ديت يعني الحمد لله ان احنا في السنتين اللي فاتوا حطين النظام اه في كل حاجة في التمرين في التغرية في الكلام ده كله وكل واحد من العيلة ديت يعني ما شاء الله عليهم كل واحد عارف هو بيعمل ايه. وعارف ياكل ايه وامتى وازاي والكلام ده كله هو بيتابعوا مع مع كبت مع الدكتور عمر يوري اه اه اخصى التأيير والتغذية والكلام ده كله ومعد البدني بتاع الفريق هو بيحدده بيراجعوه في في البرامج ديت بشكل مفتمر. مم. فبالتالي كل واحد عارف هو بيعمل ايه? وبعد كده هنرجع بقى في واحد شابع نبتدي اه شغل تاني. لان احنا مفروض عندينا معاشكر في اه في اخر تمانية ان شاء الله في سربيا. وبعد كده بنحنا نلعب بطولة دولية دي اه اه. بطولة دولية دي اللي احنا كل سنة بنلعبها. اه مدوين فيها السنة دي برضو. اه دي بتبقى على مستوى عالي بعد كده دي بتبقى اعداد كويس للبطولة افريقيا وكاشل العالم. واعتقد ان دي كان لها دور مهم البطولة دي تحديدة اللي احنا زعناها هنا على شاشة قناة الناد الالي السنة اللي فاتت كان وصلنا اعتقد النهائي مع برشلونة وكان الفريق كبير. اه والفريق كان كبير ليهم ورجعنا فيه اعتقد اه البطولة دي بيبقى لها دور مهم في اعداد الفريق يا كابتن ياسر. طبعا بتلاقي التبقى على مستوى عالي سرق اوروبية مدارس مختلفة وفي مدارس شبيهة للمدرسة بتاعتك. اه اه الاحتكاك بيبقى احتكاك بصراحة يعني مهم جدا للفريق يعني. طيب كابتن ياسر عايز تقول بقى لرجالتك او لشبابك ايه قبل اله ما ياخدوا الجاهزة. طبعا يعني انا بابدار كلهم طبعا عن الموسم اه اللي بنقول عليه موسم جيد اللي احنا عملناه ولكن طبعا بن تمنى ان هم يبقى فيه احسن يعني انا 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 انت دايت اه اه التوليه المهم ديت اول مرة عدت معهم كان قبل بطولة افريقيا في النيجر اعتقد محمد كان لسه كانش معانا او كان معانا في النيجر. اا لا لا وكانش لسه جيد. كانش لسه اه. انا قلت لهم يا جماعة دايما فكروا احنا عندنا تمام بطولات نفكر في التمام بطولات او السبع بطولات. يعني دايما خلي طموحك تطموحك عالي جدا عشان ما يتحقق اكبر انجازات ممكنة. لو ساقف بطموحك اول هتلاقي انجازاتك اول. فاحنا طبعا بنأمل ان الشبكة ان شاء الله نكون احسن ونحصل على بطولات اكتر. وليه ما نحصلش على البطولات كلها لو احنا عاجلين. يعني احنا لو ركزنا نقدر احنا احنا بطولات كلها. اه فيه فرعة تانية احسن مننا واقوى. ما اللي دي دي رياضة. لكن انا لازم ان انا العب على كل البطولات ولازم اقبل المجهود في كل البطولات يعني احنا كنا يعني حزنانين جدا ان بعد الصور احنا مخدناش فوت افريقيا. احنا مخشرناش لان احنا مسلا لعبنا مع التراجي والتراجي كان احسن لا احنا كنا عشين اول. نعم. ان احنا المطش ده فعلا كنا عشين اول. فبالتالي ما كناش الناس الحقيق ان احنا نكسب. نعم. فتمنى ان اللي جاي لا ما نبقاش كده يبقى بكل بطولات بلعبها بقوة وبحماس. عشان احنا هدفنا ان احنا نقل كل بطولات. مم. وربنا يكرمهم ان شاء الله جاء في الموسم اللي جاي. وبرلهم طبعا موسم هيبقى موسم صعب ما هواش موسم فلازم يكون هما مداخلين ومبكزين في الكلام ده كله. انت حققتوا حاجة سنادي. محتاجين او جمهوركم نستني اكتر. صحيح. فبالتالي انت محتاجين ان انتو تدخلو بقوة اكبر. تبذلو موجود اكبر. عشان نقدر نحقق الانجاز ده او نحفظ على الانجاز اللي احنا هانا. كابتن ياسر انا بشكرك شكرا جزيلا. كابتن ياسر لبيب رئيس جهاز الكرة اليد في النادي الاهلي.